أيضا من أخبارنا الطبية دكتور أسامة الطبيب أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشين تم تصعيده طبعا للفريق الأول عشان يسد فراغ الدكتور أحمد أبو عبلبي طمنا على الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب اللي كان أصيب في المباراة الأخيرة بيكادنا في الوجه والكتف وقال الدكتور أسامة أنه الحمد لله الشناوي سليم وبيشارك في تمارينة النهاردة على خفيف ويكون جاهز لمباراة المؤولين يوم السبت إن شاء الله كمان الفحص الطب للدكتور أسامة مصطفى أكد أنه أيمن أشرف اللي كان أصيب بكادمة بسيطة في اليد في المباراة الأخيرة مع المقصة هو سليم الحمد لله ويمكنه المشاركة في المباراة المؤولين الدوري سخن قوي نهاردة الإسماعيلي كسب الجونة 3-0 عشان يخرج الدرويش شوية من عنق الزجاجة رفع الإسماعيلي رصيده لتسعة وعشرين نقطة وساب الجونة في المنطقة الخطرة بستة وعشرين نقطة المؤولين متهدد أيضا ثم المحلة يعني المؤولين والمحلة والجونة والمقصة تقريبا موقفه بقى شبه مستحيل في أنه يظل في الدوري أسترن كامباني على حفة الخطر فتكون المسألة محتدمة جدا هنتابعها مع حضراتكم